وافق مجلس النواب بالرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي كما أحال المجلس عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة إلى اللجانة النوعية المختصة لدراستها جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال خلالها عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة إلى اللجانة النوعية المختصة لدراستها المجلس عاقب استعراض أراء النواب وفق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي في مجموعه ونهائيا في ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بكافة القطاعات فقد أولت الحكومة المصرية اهتماما متزايدا لتطوير قطاع الطيران المدني وذلك بغية المساهمة بشكل مباشر وفعال في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 توجه التحية للقيادة السياسية على اهتمامها بقطاع الطيران المدني لأن هذا القطاع له دور كبير جدا وله دور في الأزمات اللي كانت متواجهنا وإن ده ممكن آآ أحد أزرعة مصر في الخارج بأن يكون لنا آآ المجال الجوي له دور كبير والتبادل ويكون في تعظيم الدور الاقتصادي في دعم ورد الدولة في هذا الموضوع سيادة رئيس باسمي وباسم نهاية البرلمانية عزب الوفد نوافق على مشروع من حيس المبتل أتوجه بالشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون لتلافي شبهات عدم الدستورية والتداخل في الاختصاصات بين عمل المركز القومي لإدارة المجال الجوي وغيره من الجهات كما وافق المجلس على تقرير إحدى اللجان المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب تهدف الاتفاقية إلى بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الإفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في بحيطها القاري هذا ورفع المجلس الجلسة على أن يستكمل المناقشات في جلسة قادمة المركز القومي لإدارة المجال الجوم هيبقى مركز هام جداً جداً الحقيقة يمكن الحكومة أعدت هذا المشروع بنشكر الحكومة على أعدادها هذا المشروع وده بيتعلق بهذا القطاع وقطاعها أهم وحاية جداً جداً بيساهم في تعقيق مزيد من التطوير في هذا القطاع إرتائط الحكومة سنى هذا القانون والقانون في مجمله نقدر نقول أنه له شق اقتصادي وشق استراتيجي الشق الاستراتيجي له علاقة معني تماماً بالأمن القاوم للبلاد والنحية الاقتصادية واضحة وسهلة لأن القانون بيهم تسير وتسير الملاحة الجوية